السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس ثماني شباط فبراير القمر الآن موجود في برج الجدي ورح يظل موجود في برج الجدي لغاية الساعة وحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا من عصر اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو بعدها القمر رح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة وحدة واثنين واربعين دقيقة بعد ظهر يوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحوت القمر الآن موجود في منزلة ساعة بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وإتلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة سبعة ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق القمر الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر رح يظل موجود في برج الجدي ما بتظل هاي الفترة إن منكون فيها أكثر عقلانية ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا مندرك إنه الأمور ما بتكون سهلة بالنسبة لإلنا وبعضنا ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحضود يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تزديس إيجابية بين المريخ وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و 19 دقيقة بعد منتصف الليلة هاي طبعا بيكون عندنا تركيز عالي جدا لدرجة إنه ممكن نكشف أي شخص بيحاول الكذب علينا أو خداعنا كما إنه بتدفعنا لحب المغامرة أو للتحمس لفكرة وممكن نحقق إنجازات علمية أو عملية برضو بتدفعنا الإثارة ولكنها برضو بتساعدنا على الكفاح من أجل مثل عليا وهذا مناسب للشعور بالطمأنين النفسية وإنجازات العملية الكبرى أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 7 و 29 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة وبتزيد حساسيتنا ومنكون رومانسيين الزيادة خلال هذا اليوم وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية والمسرح والروحانيات أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة 7 و 52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب برضو بهاي الفترة منكون عدوانيين زيادة عن اللزوم وبتزيد من خيالنا السلبي لأقصى الحدود وهذا الشيء بسببنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار السلبي للقمر رح يبدأ الساعة 7 و 52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر يعني لغاية ساعات ما بعد الظهر يعني الساعة 1 و 42 دقيقة بعد الظهر خلاص بكون انتهى خلو المسار واستقر القمر في برج الدلو هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إثمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار أثناء فترة خلو المسار بتتشكل زاوية سلبية ذكرناها في حلقة الشمس وانتقالها الزاوية هاي هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين الشمس وبين أورانوس رح تكون دروتها الساعة 10 و 45 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما أنه بيتمرد بعض الأبناء على أهليهم غالبا ما تحدث بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات في مثل هاي الوضعية بتزيد من عنادتنا واندفاعنا والاستقلالية الشديدة والغرابة في حياتنا تجعلنا نخطئ في أحكامنا ومنعرف تحولات عنيفة بحياتنا من ميل المبالغة في تقدير قوانا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لتواعكات قلبية أو تشنجات بالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكوم ما واحتمال إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب ضييق الخناق على الحريات العامة برضو بالدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد الساعة 51 دقيقة بعد الظهر القمر خلص بيستقر في برج الدلو عشان هيك من هذا الوقت وما بعد منشعر بالحاجة الملحة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الوضعية يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفاد منها من ودل الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة من ميل الأشخاص يعني أو بميل الأشخاص من حوله للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرفات العاطفية يمكننا تكوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا وتجربة أطعم جديدة بعد الانتقال وبعد ما يستقر القمر تماماً بصير في عنا زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة 2.56 دقيقة عصراً بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقاً في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة 11.24 دقيقة مساءً بتوقيت جرينيج بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوى من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضو بصير في عنا ثقة بالنفس عالية ومنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعاً من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر شيء ومن ساعات ما بعد الظهر والأيام القادمة شيء آخر فعشان هيك بتكون تركزوا معي وهي الأعضاء بوقت ذكرها ما بجوز إجراء عمليات جراحية كبرى لا إلها إلا إذا كانت اضطرارية جداً أما باقي الأعضاء اللي يعني اللي ما رح أذكرها إن كان بالفترة الأولى بتنعمل والفترة الثانية بتنعمل ولكن فترة خلو المسار احذروا من العمليات الجراحية أيضاً الأعضاء اللي أكثر حساسية من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر عندنا الركبتين والمفاصل عمود الفقري وعضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن أما من ساعات ما بعد الظهر يعني عن تقريباً العصر بصير عن نبطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ولكن دون العضاء اللي ذكرناها وأيضاً مش بفترة خلو المسار هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن أيضاً مش بفترة خلو المسار يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر الآن نذكر أنه بما أنه بدي يستقر في برج الدلو خلو المسار القادم بيبدأ الساعة 10.58 دقيقة مساء من مساء يوم الجمعة 9-2 ورح يستمر لليوم التالي يعني الساعة 41-42 دقيقة بعد ظهر يوم السبت لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال عمره 27 يوم في تمام الساعة 23-24 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش بصير 28 يوم نسبة الإضاءة 2% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 19-2 منتحسة بالنسبة 10% القمر في الجدي ورح ينتقل للدلو ورح يستقر في الدلو ليوم 10-2 سعيد الآن بنسبة 60% ساعات الصباح سعيد بنسبة 75% ساعات الظهر سعيد بنسبة 10% ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 10% وبكمل بنفس النسبة عطارد في الدلو حتى يوم 23-2 منتحس بنسبة 50% الزهرة في الجدي حتى يوم 16-2 سعيد بنسبة 10% الآن ساعات الظهر سعيد بنسبة 15% المريخ في الجدي حتى يوم 13-2 سعيد بنسبة 60% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم اثنين خمسة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيظل اليوم لغاية ساعات ما بعد الدور مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة هد من روعك وما تنفعل واتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما من ساعات ما بعد الظهر تلتق الأصدقاء حول تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا وحدين فترة ناشطة وواعدة دراسيا مهنيا عائليا وبتكثر الاتصالات والمواعيد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيده وبتشعر بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها وبيكون فيه نوع من أنواع النجاح والحض في حياتك العاطفية والعائلية لغاية ساعات ما بعد الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر بصير يعني القمر موجود في بيت السمعة فهنا بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية لا ترتجل المواقف والتصريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد التزم بالمسئوليات وتعتبر هاي فترة واعدة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففه من النفقات المتصاعدة سارع في تهديت الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي أما من ساعات ما بعد الظهر بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وبرضو بتحمل لك الفترة القادمة لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب سفر أو تسويق أو نشر أو دراسات عليا وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء أنك تتحرك على مختلف الأصيدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر ما بظل القمر موجود مقابلكم تماما وبتظل الفترة هاي مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وبوسعكم الاهتمام بموضوع تطوير علاقة ما أو مصالحة ما بينك وبين الأزواج أو ما بين الأحبة وتعتبر هاي فترة بشوي فيها بعض الضغط ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات أما من ساعات ما بعد الظهر بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطكم بيطمئن بالكم وبتفرحوا لتطور ما فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر بتكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكون تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم بتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وحاذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم حاول أنك ما تأجل ولا تماطل أعمالك حتى لو اضطررت للعمل لوقت إضافيه أما من ساعات ما بعد الظهر بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا أي كلام أو توجهوا أي ملاحظة لأنه خصمكم قوي وما بيرحم تحملك هاي الأيام ارتباط مهم فحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم متعزيز العلاقة معهم من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر وما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهمش إنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة صحح الأخطاء أما في ساعات ما بعد الظهر بيتراكم العمل لديكم لا تهملوا صحتكم حاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب تظهر مسألة عائلية أو شخصية طارئة أو ممكن تشعر بالتوتر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة أو ممكن تظهر مشكلة شخصية لا تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة راعي أيضا وضعك الصحي من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم وبتفرحوا لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوم بخطوة مباركة تتلقى إشارة إيجابية وهي فترة مناسبة للتقاط أنفاسك بعد العواصف برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر بظل في نشاط بالسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وبظل فترة مناسب لإجتياز امتحان ولكن ما تعتمدوا على الحضوض بإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار وبتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر بتظل الأجواء لطيفة وممكن تحملك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل أما من ساعات ما بعد الظهر بتفضل الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها فترة ممكن تثير اضطرابك أو امتعاضك ولا تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بظل في 100 من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر بعض المكاسب المالية اللي عادة تجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وامتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين أيضا في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح ما أما من ساعات ما بعد الظهر بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسماء صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق ومصالحة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية وبرضو في انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة والواقعية واقعية الأمور وبتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك ممكن تحقق نجاح باهر إذا ركزت أما في ساعات ما بعد الظهر بتعيد تنظيم ميزانيتكم لا تغامروا بأموالكم هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة أنتوا بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتهدر وتريدكم لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي لا تحسم أمر لأنها هاي الفترة شوي سلبية ومخيبة للأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أما في ساعات ما بعد الظهر بتستعيد نشاطك وحيويتك وبتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاهل البدء بمشروع أو خطة جديدة وبتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة وبإمكانك أنك تعزز شعبيتك وتحصد أرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك بتخف الضغوط وبيطمعن بالك أما في ساعات ما بعد الظهر تدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنب اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حاذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة فممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر